اشتركوا في القناة فنادى العباس الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة فلما سمع المسلمون صوته وأقبلوه وهم يقولون لبيك لبيك حتى إن الرجل لا يثني بعيره فلا يقدر على ذلك ويقتحم بعيره ويخلي سبيله ويقصد العباس قال العباس والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها وفاء ببيعة الرضوان وتجالد الناس مجالدة شديدة وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته ثم قال الآن حمي الوطيس رواه مسلم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه وفمه بالتراب رواه مسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هزموا ورب الكعبة إن هزموا ورب الكعبة رواه مسلم ثم أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بنزول الملائكة قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لم تقاتل الملائكة في غزوة حنين وإنما نزلت لتخويف الكفار وإلقاء الرعب في قلوبهم ما قاتلت الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى لما نزلت الملائكة هرب الكفار من كل مكان وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه فوجده جريحا مستندا على رحلته لا يستطيع الحركة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ينفث على جراحه ويمسحها بيده الشريفة حتى شفي خالد رضي الله عنه تماما من جراحه فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة